ولكن لا تزال دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم سرية من الخوف من قريش حتى إنهم كانوا إذا خرجوا إلى المسجد الحرام للطواف أو للصلاة آذوه صلى الله عليه وسلم وآذوا من معه وهددوه حتى إنهم مرة تغامروا عليه وضربوه صلى الله عليه وسلم حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه وخلصه منهم ردهم عنه وفي مرة كان ساجدا صلى الله عليه وسلم عند الكعبة فألقوا على ظهره سل الجزور عليه الصلاة والسلام كل هذا وهو صابر عليه الصلاة والسلام صابر لوجه الله عز وجل محتسب